أن الأمة الإسلامية أفقر أمم الأرض إلى أن ترجع إلى ربها وإلى أن تأذى إلى الإسلام وإلى أن ترجع إلى قواعدها من كتاب الله وسنة رسوله أشعر لما موسى خود من مصر فارا يطلب النجاح من وجه الفراعنة كان على لسانه هذا الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مستوحش لا يدري أين أذهب ضاقت به الأرض الفضاء الأمة الإسلامية الآن أحب أن أقول ليس لها صديق الأمريكان والعوبيون ومن يطلب الخير عند هؤلاء فهو أحمق لا يدري لا من يومه ولا من غده شيئا ليس لنا صديق إلا الله ولا مصير إلا الله ولذلك يجب أن نصل من قطع من حبالنا نحن ويجب أن نعود إليه ولذلك لا نملك إلا أن ندعوه ونحن نختم هذه الجولات المتتابعة لنقول ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإصراف ذا في أبرنا الله أكبر أثبت أخدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله عليه ومحمد وآله